جاي لك في التقيلة جاي لك في التقيلة كهربا هو توقف ستة شهور هو دفع الغرامة هو هيدفع الغرامة الوضع بالنسبة لكهربا إيه عشان كل يوم فيه كلام بيتقل في قصة كهربا ومحدش ماسك حقيقة واضحة طيب نقول الجملة المعتادة ما بنقود على القعدة ده كريم ما بنقولش حاجة غير لما بنتكلم مع أهم مصدر في أي تفاصيلة بتسأل فيه طيب هل كهربا توقف ستة شهور؟ لحد دلوقتي كهربا ما جالوش اختار بالإقاف ما جايش لنادي الزمالك اختار بالإقاف ولا النادي الأهلي ولا اتحاد الكرة على أي طرف جالوا اختار بالإقاف حلو فمبدئياً كهربا لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها دي ما توقفش ستة شهور حلوة حلوة كريم هذه أول نبي واضح تمام لكن التأكدات اللي جاية لمن نادي الزمالك إن كهربا هيتوقف لحد ما يسدد طيب كهربا هيسدد في الوقت الحالي مش هيسدد دلوقتي خلص المبلغ اكتمل ما اكتملش اللي أنا عارفه إن كهربا ما جمعش المبلغ كان بيمتظر إن النادي الأهلي بعد تجديد عقده سنتين هياخد مبلغ كمقدم طاقة كد مبلغ كبير ده ما حصلش على أرض الواقع وبالتالي كهربا ما قدرش يجمع مبلغ الغرامة بالكامل وده اللي أخر كهربا في السدد وكهربا ما كانش عنده حتى لو جمع المبلغ ما كانش عنده لنه يسدد حلوة كهربا يسدد كهربا في الوقت اللي بنتكلم فيه ده من تلاتين يوم لخمسة واربعين يوم يعني من شهر لشهر ونص هيكون مسدد على شهر تسعة الجاي ده هيكون مسدد هل السدد يرفع الاقاف أو السدد يرفع الاقاف عشان الناس برضو قالت لك لا خلاص لو طلع قرار باقافه ستة شهور كهربا لازم ياخد الاقاف كامل ستة شهور لا الكلام ده مش مزبوط كهربا بمجرد ما يدفع دفع بعد أول يوم في الاقاف دفع بعد شهرين بعد خمس شهور بمجرد ما يدفع هيقدر ياخد خطوة رفع الاقاف ويقدر يشارك واللي كهربا رسمه مع ممثلين وقانونيين أو محامين إنه هو يدفع قبل الارتباطات سواء دولية مع منتخب مصر أو مع النادي الأهلي وبنتكلم إن ده في نص تسعة فما قبل الارتباطات دي كهربا هيسدد وينهي القصة الله يفتح عليك عايزة علق تعليق تلاتين ثانية على قصة كهربا القرار القرار اللي بيجبه أي قرارات الخاص بكهربا إنه المدة القصوى للصبر على كهربا لحين السداد هي تلات فترات قيد تلات فترات قيد تلات فترات قيد ينتهو إمتى؟ بنهاية فترة القيد الحالية كهربا لازم يدفع قبل نهاية فترة القيد الحالية اللي بقولها وارد صحيح بس فين إنه بعد الاجتماع بتاع التلاتة التمانية وارد يطلع قرار بيقاف كهربا الأهل اللاعب كهربا ومحاميه على عباس هيستأنفه على القرار ده بعدها بـ 24 ساعة يتم إيقاف القرار وتحويله للقرار الأصلي إنه كهربا موقوف لحين السداد موقوف لحين السداد إمتى لازم قبل نهاية فترة القيد قبل نهاية فترة القيد لإنه لو الزمالك راح تاني إنه فترة القيد والقرار الأصلي انتهت وكهربا ما عملش هيتحول الإيقاف لحين السداد لإيقاف حتى مع السداد لإيقاف حتى مع السداد فكهرباء ساعتها لو دفع بعد نهاية فترة القيد بيوم حتى لو دفع هيتوقف ستشهور آه لأنه هيتوقف خلال الفترة ما قبل انتهى فترة القيد ده يتوقف لحد ما يسدد ممكن لك لا يوجد هاتفش التركوض لا يوجد هاتفش أي مشاركات للأهل لا ماشي لحد ما يسدد الفلوس صحيح ما سددش الفلوس في الفترة ديت هو حتى موقوف لو فترة قيد انتهت يتوقف ستشهور يتوقف ستشهور حتى ما سدد فاحنا بنتكلم لنص تسعة المعلومة اللي عندي أنه هو هيسدد يا إما في اليوم الأخير يا إما في اليوم القبل الأخير للفترة القدر مع اكتمال المبلغ